وجه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض التحية لكل الدول الشقيقة ومنها مصر التي عرضت المساعدة وسترسل شحنات انتباعا إلى لبنان وكشف وزير الصحة اللبناني عن استقبال بيروت أول شحنة مساعدات عراقية تصل إلى لبنان بعد تفجيرات الأجهزة للاتصال اللاسلكية وكشف الأبيض عن وصول عشرين طبيبا وعاملا صحيا من العراق إضافة إلى أكثر من خمسة عشر طن من المساعدات العراقية لمطار بيروت